طيب كنا بنتكلم على الفكرة بتاعت بتختلف على حاجة كتير. زي ما قلنا اولا هي اللي بتحدد ان النوع بتاع هي اللي بتحدد بتاع اللي انت تعملها كل ده بيتم بطريقة سهلة وسهلة. هنعيد تاني اللي قلنا فيه عشان نكمل بعيد عشان اوريك عندما بتيجي تعمل الكلام ده ازاي بتفكر تعمل. فانا هرجع تاني على اه بعدين هنختار الاربع متغيرات اللي اخترناهم قبل كده. اللي هم يكونوا عشان اقسمهم الى او كاتيجوريز. ادي الاربعة مهم. كده انا حددت له ان انا عايز اه اقسم دول الى بطريقة البيجوال بعيدك. بختار continue. هيطلع لي الشاشة اللي انت هتستخدمها عشان تعمل بيها التأسيمة اللي انت عايز. طيب. احنا دايما اه زي ما قلت الشاشة دي فيها على الشمال الاربع متغيرات اللي انت عايز تقسمهم. طبعا التأسيم بيتم لكل متغير على حدة يعني بعمل واحد وبعن التاني التالت الرابع خلص. بتدوسه كيه يتنفس كله مرة واحدة. اه كل فاريب البطوقة فاليه بيديك المعلومات بتاعته على المعلومات دي احنا محتاجينها عشان نعمل التأسيمة. مش محتاج بقى هنا لا روح اعمل ولا اروح احسب ولا الكلام بكل خالص. هنا في كل المعلومات اللي انت محتاجة. فانا هنا بالنسبة لي باعملين. ادي البيجينينج سالري. ادي برضو المينموم والماكسموم. وادي المانسز سينز هاير. وادي البريجيس اكسبينيس. يبقى كل فاريب اللي بيديك المعلومات الخاصة بيه وشكل الرسم. فبنبدأ بواحد واحد بالترتيب. هنبدأ بالكارند سالري. ادي الكارند سالري بالشكل ده. اول حاجة تعملها انك تكتب اسم لايه؟ اسم الفاريب. هو جايب لي هنا الكارند باريب ده السالري. والليبل بتاعه اسمه كارند سالري. الفاريب الجديد اللي هو هنعمله كرياشن اسمه البايند فاريب. هو جايب لي الليبل هو. نسميه كارند سالري بين قسين بايند. طب انيما هيبقى ايه؟ دايمر متغلبش نفسك في التفكير فيه الاسامي. بتكتب نفس الاسم سالري. عرف البي. يبقى ادي سالري ايه؟ اه بايند. ادي سالري. اعرفت بيه كلمة واحدة طبعا من غير سبيس. اني مبقاش هزيب سبيس في الفاريب الجديد. وهو حاطة الليبل الكارند سالري بين كسين بايند. بايند يعني متجازة او متأس. طيب. انا اما اجي بقى بفكر بفكر ازاي? انا كله انا محتاجهم من معلومتين دول قيمة المينموم واقيمة الايه? الماكسوم. اروح على البورد عشان اوريك هاتيه هتعمل الكلام ده ازاي. ادي البورد هجاهزه هوا. صفحة ده ده. وهرجع تاني على ما يفتح الصفحة. اكون وريتك ايه? الشاشة اللي احنا فيها. انا هنا دلوقتي اول حاجة عايز اعمل التأسيمة بتاعتي. فانا محتاج المعلومة بتاعة المينموم والماكسوم. تمام? ومحتاج اخطار في البداية الابر اند بوينتس. انت محتاج350 بص يعني مقول من خمستاشر الى تلاتين الف. يبقى لاتاتين الف. يبقى لو انا قلت له يبقى من خمستاشر لتلاتين الف معانيا من خمستاشر الى اقل من تلاتين الف يبقى لتلاتين الف ازناطة. يبقى م Reided. Bus em who made me. ي انت بتحدد دي حاجة ازا ما قلت شكليا ماهش فرقة. يعني يعني built in لقى تأثير قوي عايز سبب بيدفورت ماشي عايز صغير انت حر دي مفيش فيها اي كلام عشان تعمل التأسيمة المطلوبة بتدوسها على make cut points make cut points بيسألك ثلاث أسئلة تعال نشوف كل سؤال من دول معناه ايه؟ اول سؤال الفيرست cut point location والنمبر of cut points والوث عشان نشوف الإجابات الثلاث أسئلة دول تعال نشرحهم كده اول فاجل الفيرست cut point location الفيرست cut point location نقصد بها upper limit of the first class يبقى دي يبقى دي بتساوي upper limit of first place في كرة اول كلاس كنا عملنا في المسال الفات كان من 15 الى ثلاثين الف خلاص يعني معنى كده الفيرست cut point location هو الثلاثين الف دي اول ايه؟ جابت اول سؤال خوريك يطيبها من الثلاثين الف بعد شوق خلاص؟ number number of cut points number classes اللي انت بتقرره من اول ثلاثين الف minus one يبقى دا عدد المسال نقص ايه؟ نقص واحد احنا طبعا لو قررنا نعمل تمانية يبقى سبعة عملنا عشرة يبقى تسعة انسوا اول وآخر سؤال الواتس الواتس دايما بيساوي ال upper limit minus lower limit ال upper limit بتاع الكلاس احنا اسأل ال lower limit هذه ليه اجابات التلاجر اسأل عجب علوم ازاي؟ على المسال انت هتبدأ المسال هو عطيه لك الايه؟ المينمم والماكسم يبقى دول نقطة البداية بتاعتي اننا لازم ابقى عارف المينمم والماكسمم بتاعي كام؟ يبقى دي اول ايه؟ حاجة ودي معلومة هو بالدهنة يعني دي معلومة هو بالدهنة هحتاجم احنا نكتب المينمم الماكسمم عشان اواريك طريقة الايه؟ التفكير تبادي المينمم خمساشر الف سبعمائة وخمسين اهه ساوي مستاشر الف سبعمائة وخمسين والماكسمم مية خمسة وتعاتين الف البداية ساوي بداية الساوي المينمم ناقص المينمم سين وخمسين اتبقنا الرقم ده هنقربه الى مية وعشرين الف زي ما قلت بتقربه الى اقرب رقم صحيح يسهل التعامل معه فالمقهود الى اقرب مية وتسعة عشر الف بس انا خليه مية وعشرين الف ونجي نعمل ايه هاجه هعمل ايه الشكل ده اهو ايدي المية وعشرين الف تحدد ادي الايه النمبر او كلاسز وادي الواتس بتقرر رقم الكلاسف عدد الكلاسف الرول اللي انا قلته ان عدد الكلاسز من خمسة الى ايه الى افناشر من امام خمسة الماكسوم افناشر فتختار رقم من دول يتناسب مع المية وعشرين الف فكلما الرقم ده بقى كبير تزود عدد الكلاسز كلما الرقم ده يبقى صغير بتقلل عدد الكلاسز فاحنا اتفقنا كنا مثلا لو عملنا تمانية شغال تسعة عشرة شغال اتناشر شغال خلاص بحيث لو انا قررت ان ده تمانية هيبقى ده على طول خمسة الف اللي هي مية وعشرين الف على العدد الكلاسي ديك الواتس لو ده عشر يبقى اتناشر الف لو ده اتناشر يبقى ده عشر تلاف اي حاجة مفيش مشاكل نقدر نعمل فلو انا قررت ان ده تمانية تمانية فلما تيسميه عشرين الف على تمانية يطلع لك خمسة عشر الف عشان تجيب اللي هو السؤال الاول اللي هو كل اللي عليك هتاخد الرقم ده اللي هو الواتس وضيفه على المينمال وتاخد اغرب رقم صحيح اقل منه او يسويه يديك اول ايه الرقم اللي تحط في الخانة الاولى يبقى انا لو خدت الرقم ده بلس ده احوال خمسة الف زلت خمسة عشر الف سبعين وخمسين يعني تلاتين أف سبعين وخمسين اغرب رقم صحيح تلاتين ألف خلاص طبعا نروح تلاتين ألف تمشي بس خليك ايه في التلاتين ألف عشان يبقى الرقم بتاعتك مرزمة بشكل ايه بشكل افضل لابد انا كده جبت الايه الرقم اللي هتحط في الخانة الاولى منه فلانا روحت كده على اجابات التلاتة اسئلة يبقى اجابة السؤال الاول هحط تلاتين ألف ها والنمبر رفقات بوينس اتفقنا ده عدد الكلاسيز نقص واحد احنا عملنا تمانية كلاسيز بتكتب هنا سبعة او تكتب الوينس وهو يحسب لك النمبر ايه اللي يعجبك فانا هكتب قدي هنا سبعة وتعمل كليك في اللي هتسيبه هو يحسبه هسيب يحسب الوينس خمسة عشر قد هده خلاص هو خلص ايه الفاريوم ده هقول له وقبل ما اخرج من الشاشة دي ادوس على ميك ليبلز ميك ليبلز دي هتوفر عليك انك انت تروح تكوّد مانوالي الكاتيجرز دي هو لا يروح يكوّد يكوّد عدد فعشان كده هدوس على ميك ليبلز قدي عماملك الليبلز مكتوب دي الايه الكاتيجرز بتاعدي كده اول فاريبل خلص مش هدوس اوكيغل لما خلص الاربع متغيرات فبروح على المتغير اللي بعده ها وروح هكتب المينمم والماكسمم بتوعي واعمل نفس الكلام مرة تاني هاخد المينمم اهو يبع هنا المينمم تسعة تلاف وهنا تسعة و سعبين الف تصمعتم المينمم اهو هروح على الفاريبل التاني هنكتب المينمم وهنكتب الماكسمم ونحسب الرينش ونعمل ايه الرسمة الصغيرة دي احدد عدد الكلاسيز واحدد الويس فهنا لو روح تجيب المينمم المينمم هنا عندنا تسعة تلاف ساوي تسعة تلاف ده البجيني مجرد دي وعندنا الماكسموم بيساوي تسعة سبعين ألف تسعمية وتمانين وهجيب الرينج أنا أحسبه وأقرب برضه إلى أقرب رقب صحيح يسهل التعامل معنا هتجيب الفرق يطلع سبعين ألف تسعمية وتمانين فأنت عشان تقرب الرقم ده يتقربوا سبعين ألف يتقربوا واحد وسبعين ألف من الأسهل في التعامل السبعين ألف يبقى أنا أخلي دي سبعين ألف أهو أروح أكتب السبعين ألف وأحدد منها عدد أهو أحدد عدد الكلاسز والواتس عدد الكلاسز زي ما اتفقنا من خمسة إلى اتناشر فأحسن رقم خلاص في الرينج ده سهل في قبل أنك تسمع لي وكلام من ده السبع يبقى أنا أخد عدد الكلاسز سبع يبقى الواتس بتاعي كان سبع تلاف على سبع يديك إيه السؤال دي سبعين ألف سبعين ألف على سبع يدينا عشر تلاف يبقى أنا كده قررت أن عدد الكلاسز هيبقى سبع فلما نيسم سبعين ألف على السبع يدينا عشرة يبقى أنا هعمل التأسيم بتاعتي سبع كلاسيز والويتس بتاعي عشر ايه عشر تلاف فياخد التسعة تلاف دي ده زائد ده يديني الرقم اللي انا هحطه في تانا الاول عرف التلاف زائد تسعة تلاف يبقى نحط في الكاملة الاولى اللي هي الفيرس كاملة تلكيشن نحطه تسعة تاشر تلاف يبقى انا هارجع هنا تاني اهو بالشكل ده هروح على هنكتب بس اسم الفيرس اللي هو عشر ما تنسهوش دايما نخد نفس الاسم اهو ممكن تاخدوا copy paste هادي control c نحط هنا control v ونكتب جنبه حرف البي اختصار كلمة اختصار كلمة واروح على ونجاوب على التلات اسم هنا هنحط تسعة تاشر الف زي ما اتفقنا ونمبر هيبقى الكلاسيز نقص واحد يبقى ستة عشان احنا قلنا سبعة يبقى هنا ستة ويسيبه هو يحسب الواتس لقيت الواتس فيه فراكشن ايه لغي الفراكشن ان هو كله هيزبط هو نفسه فانا ايجي على الواتس هدوس click هيحسب بص طلعوا لي كام عشر تلاف مية تلاتة وستين خلاص اكتب عشر تلاف وهو هيزبط نفسه في باية الارقام اهو عشر تلاف عايز تكتبه انت التلاتة اكتبه عشان تقول الارقام بدل ما يحسب لك فراكشن وترجع انت هتكتب الرقم صين تكتب انت على طول الرقم صين خلاص خلاص طالما انت حاسب صح عشان بس ايه تتأكد انك حاسب صح خليه هو يحسبك عشان لو اقيت الرقم بعيد قوي بقى انت حاسب غلط لو اقيت الرقم بعيد قوي بقى انت حاسب غلط اقول له apply بالشكل ده وادوس على make labels ابوس شايف الخطوط دي الزرق هو دي التأسيم ده اللون الاحمر ودي التأسيم بتاعتك اه وقول له make labels لازم ايه يعمل هذه كده الـ variable التاني الـ variable التالت بنفس الطريقة اقدر اقرب مثلا لو طلعت تسعتاشر ممكن اخليها عشرين عادي عشرين الف ولا بالنسبة لي ما تبعتش ما تبعتش قوي يعني خليها رقم ايه يعني بقى اعرب رقم اه سهل التعامل فاتسعتاشر الف مش مش لا خليتها عشرين الف ما فيهاش مشكلة خالص هيزبط نفسه في الارقام ومش هتضيح حاجة يعني لو انت خليتها عشرين الف ما فيهاش مشاكل خالص يعني زي مولت كل دي انا بنقف وسدات في الرينجز بقى ماشية زي مش قضية وهو لما بتعمل رقم هو بيعوضه في الكاتيجري تاني يعني ما تلاقش فيهاش حاجة تروح يعني فيهاش ارقام هتختفي لا كله هيكون مولت مالش يا دكتور اناسف هو بس سؤالين صغيرين اول حاجة بالنسبة لحقيقة للوقت لما حطينا الرينج حطينا الرينج اقل من الرينج اللي موجود يعني لما قربنا قربنا للأقل فكده فيه حاجات طلعت بره الرينج لا ما تبعدش ماشي حاجة طلعت بره ما فيش حاجة طلعت بقى هتشوف كده لو انت بصيت على الكاتيجري لو انت رجعت الكاتيجري دي اهو ماشي حاجة بره موس كده ما عاربش ده معناه يعني عند أباف يعني تسعة وستين الف عند أباف علامة الزاء دي معناها عند أباف يعني من تسعة وستين الف هو طالع طالع الغياد فين الى مال النهائي احنا آخرنا كان تسعة وستين الف خلاص فإنكروديد فيش حاجة راحت بره واقول واحدة بص أقل من تسعتاشة الف فيش واحدة راحت بره تمام يعني أول فيها وآخر فيها مفتوحين عشان تشمل كل الأقل من تسعتاشة الف يما فيش حاجة راحت وآخر واحدة تسعة وستين الف فيما فوق يما فيش حاجة راحت ما تلاعش من القصة دي خلاص ما علاش دكتر حاجة تانية هو بس الليبل دي عندي مش بين أرقام يا حضرتك دوس هنا على make levels دوسها على make levels لازم أدوس make levels آه أبيعمل أشل واحد وأنت لازم أدوسها على make levels طيب طيب شكرا دكتر طيب المتغير التالت بنفس الطريقة هروح نعمله برضو مع بعض هاخد المينمم اكتب بس ال name اللي أولى عشان ما ننسهوش احنا هنراجع طبعا الكلام ده قبل ما ندوسه هكتب هذه job طيب طرف المي باينت خلاص قادي ليه ال name طبعا الاسمون مش فارق بالمهم ايه تسبت خلاص انا كده سميت ليه ال name بتاعي هقول له make cut points هناخد المينمم هناخدهم برا الأول بعدين نخش ايه نعمل المينمم تلاتة وستين والماكسيمم سبعة وستين تقريبا هنجيبهم تاني من الأرقام هنكتبهم بس اهو نفتح بس الشاشة اللي هنكتب فيها وهروح ايه بالأرقام على ما يفتح المينمم تلاتة وستين الماكسيمم تمانية وتسعين هم دول الرقمين اللي أنا محتاجهم هروح اكتب المينمم ونعمل نفس اللي بنعمله كل مرة يبعد المينمم بيساوي تلاتة وستين والماكسيمم بيساوي تمانية وتسعين يبقى الرينج هو رقم صحيح مش مرتب تقريب يطلع خمسة وتلاتين خمسة وتلاتين مش خمسة وتلاتين ألف يعني ايه رقم خمسة وتلاتين طبعا ازا لما دي نعمل عدد الكلاسز نعمله بقى في اتجاه الاتناشرة وفي اتجاه الخمسة في اتجاه الخمسة ان ده عدد صغير يبقى الخمسة وتلاتين بتاعتي اهي ادي الكلاسز وادي الوعد فانا شايف اه سهل حاجات عدد الكلاسز خمسة ويبقى الوعدس خمسة وتلاتين على خمسة فيها الايه السبعة يبقى انا روحت في اتجاه الخمسة عشان رقم ايه صغير. واللي كتب في اول خانة اهو هتاخد المينوان بات زائد الويتس اللي هو ده يديك اول ايه اول خانة. اهو ده زي البقى. تلاتة وستين وسبعة كام? سبعين. يبقى هنبدأ الخانة الاولى فيها سبعين. يبقى تلاتة وستين زائد سبعة يديني سبعين. يبقى لما روح هنا كده. هروح ادي ميك كارد بوينتز. هنكتب هنا سبعين. والنمبر في كارد بوينتز هيب اربعة. ويسيب ويحسب هو الويتس. طرع سبع مقفولة. خلاص. يبقى انت كده تمام يا احنا حزبنا سبع. لقيتها سبع واحد نعاشا خليها سبع. يعني ايه? تبقى حولين اللي ايه الرقم. وقول له ابل ازا ما اتفقنا فيش حاجة هتضيع لان اول اول سيل مفتوحة واخر راحت مفتوحة. ابل ايه. وقبل ما اعمل اي حاجة يدوس على ايه? ميك ليبرز. ميك ليبرز عشان يكتب اللي اللي هي اللي ايه العمود ده. اللي هو يتكودها. كده عمل الك اللي منها او سبعين. لغاية كم? لغاية تلمينة. اللي منه عندك داتة وستين. اذا كله انكلود. واخر واحدة. اتين وتسين ان ده اباف. واخر اكبر رقم عندنا كم? تمانية وتسين. يبقى تمانية وتسين انكلود. ادي ايه? الفكرة بتاعة الكلمة. وادي التأسيم. بص ادي ما اسم لك الرسم. ادي الكاتيجي الاولى. ادي التانية. التالتة. الرابعة. الخمسة. يبقى دي. دي حتى تأسيم اللوجيكات. متأسيمة مضبوط. اخر واحدة. البريفيوس اكسبرينس. دكتور رحمة الويتس. احنا نطرح منه واحد تقريبا. مدي ن先 Qui恩. صح? لا. ليش الويتس. A number of classes. بنترح منه واحد. A number of cut points. ال number of cut points. بيساوي A number of classes minus one. A number of cut points. كانت سبعة. كانت خمسة. فانا كتبت كям اربعة طب سأوانيerviceين تانية اه. ده اه. انا كتبت هنا. سبعين. وهنا number of cut points عدل classes نقص واحد باربعة وسيبته يحسب الويتس ترى لي سبب قلت له ابلوين اهو هو هيقول لي غير اقول له اه غير وبعدين make label زي عدل خمسة classes انا كتبت له عدل cut points كام اربعة اعمل لي عدل classes كام خمسة ان عدل cut points بيساوي عدل classes نقص واحد فيهمنا كده اخر variable previous experience اه هاخد النام هكتبه الاول وحرف v اللي هي كلمة bind minimum zero maximum 476 اروح هنا اها minimum zero maximum 476 هنحسب الrange وبرضو نقرب الى اقرب رقم صحيح هنا باتكلم على previous experience دي مقاصة بالشهر عشان كده maximum 450 شهر فما تزمع اتنشر يطلع لك بالليه بالسنة تبقى انا عندي المينموم زير الماكسموم ربعمائة ستة وسبعين تبقى الفرق ربعمائة ستة وسبعين خلاص هنقرب عشان بيطلع لك شفراكشنز خليها 500 خلاص وزا ما قلنا فيش حاجة هتفقدها في الديتا قاس يبقى انا لو خدت ال500 اهي ومتعامل الفرعين بتوعي اهم غير اللون تمام ده هنا عدد وده هنا انت عندك يعني حلين جمال يقيم خمسة والويتس 100 يقيم عشرة والويتس 50 يبقى احنا في الرينج اللي اتفعنا عليها من خمسة الاثناش لا ما لنشعر الاثناشر ما زودناش على الاثناشر وخدنا ارقام صحيحة الدنيا تبشي وانت بتقسم تبقى سعر فممكن اعملها خمسة الويتس الويتس هيبقى كام هيبقى ميت او دي عشرة وده كام خمسين ده ماشي وده ماشي خلاص يعني انا في الحالة دي انا بفضل اللي تحت احسن عشرة والويتس الويتس الويتس عشان اني خمسة هتوبقى الرينج واسع يعني الناس عندها من صفر لمية شهر من مية لميتين فرينج كبير شوي فخليها ايه نمشيها عشرة كلاس والويتس خمسين انا باخد بقى الصفر ده اضيفه على الخمسين دي اه يدين ايه الفيرست قط بوينت لوكيشن الحد الاقصى للفالش الفيرست قط بوينت لوكيشن يبقى دعبا عن اوبر لمت اوز فيرست كلاس يبقى خمسين يبقى انا هاروح كده هنا واعمل الكام ده ميك قط بوينت هنكتب هنا خمسين عدد القط بوينت بسو عدد الكلاس نقص واحد انا قلت له عشرة كلاسز يبقى نكتب هنا تسعة خلاص ويه شوف الويتس طلع فيه فيراكشن سببطن اه نص كده اه سبعة وربعين ويحنا قلنا خمسين قريبة تجي انت مخليها خمسين لكن لو لايتها بيدة اوي يبقى انت حاسب حق غلط يبقى انت اقسمت غلط عملت حق غلط يبقى ده كده ايه مقاشر انك انت شغل صح هيا خليها خمسين زي ما انا اطلعها الويتس خمسين هقوله ابلاي يبقى خمسين تسعة خمسين ابلاي اه هقوله ميج دي بوس اه اول فئة هالي من خمسين يبقى شاملة من البداية من صفر رغية خمسين اه ده اول واحدة وبعد كده وانت ماشي بقى اخر واحدة تبقى من 451 عند ابغف احنا اقصى حاجة 476 يعني اخر فئة دي هيبقى فيها من 451 الى 476 ايما فيش حاجة ميسينج خالص وزا ما قلت الغرض من الموضوع ده ايه ان انا اصمرايز الدات ودي التأسيمة فوق ما اسمها لك دي الخمسين اللي انا كتبتها اللي هو الخط الأحمر ده تمام ودي بقيت اللي ايه التأسيمة تماشي تأسيمة معقول مشغال طيب قبل احنا كده خلصنا قبل ما تدوس اوكي لازم تراجع نراجع ايه هقف على فاريبل فاريبل اللي بقى فيه مكتوبة في العمود ده خلاص لقيت نفسك مش كاتب اسم الفاريبل الكتاب لقيت نفسك مش دايس على الفاريبل الاولاني اه اللي اس مكتوب ومك لابلز متداس عليها هي مكتوبة العمود ده الفاريبل اللي بعده نفس الكلام ادي النام مكتوب وادي مك لابلز متداس عليها هي واللي بعده نفس الكلام اللي بعده نفس الكلام اللي بقى أنا ما نسيتش حاجة الحاجة المنسيه أعملك لكن إنت لما هتدوس وكي أولاً لو أنت نسي اسم الـ variable هيفكرك به يعني عمره هيشتغل من غير ما تكون حاطة الـ variable لكن لو أنت نسيت تدوس make label مش هيقولك دي اختيار تدوسه لما تدوس انت حق فأنت دي مش هيفكرك به فأنت لو نسيت حيما ترجع تعمل هنا تاني يا تروح تعمل لها coding manual طبعاً لا أسهل ترجع هنا تاني وتعمل الـ code manual هيقض منك لكن دي تكت زرار بيتم الموضوع كده احنا جاهزين خلاص خلصنا هدوس على بيهنا بيقول ايه عشان فيه واحد نعمله قبل كده اللي نكنت عامله قبل الصلاة هقوله اخ ماشي اشتغل بعيد بيقوله ايه هنا باينينج والكرياتر اربعة بيفكرك ابتنا هنا مختار اربعة وهو الكرياتر اربعة لو أنا لقيته كاتب لكرياتر تلاتة يبقى أنا فيه واحد من دون بسيته خلاص لقيته كاتب لك اتنين لبقى انت فيه اتنين لسيته لقيته كاتب لك واحد لبقى انت لسيته تلاتة كتب لك زر وانت ما عملتش حق خلاص فادي هو بيفكرك انه هو هيعمل اربعة جديدة انت هنا مختار اربعة اوكي خلاص هقوله اوكي كده انا موافق وكده تمام بص كده لو انا روحت على الـ data هتلاقي فيه اربعة جديدة ظهر ده هادي الاربعة جديدة اللي انا لسه عاملهم بحق دول الاربعة متغيرات الجديدة بص ما عاملين ايه ومتكودين وكل حاجة فلما ديه تعمل الـ frequency table اللي بقى بتاع الاربعة جودات دولبوس هتطلع شاكتب عامل ازاي واناليز واناعمل واختار اخر اربع مطايرات اوكي داعمل اخر اربع مطايرات انا بدوس عالشفت وبنزل بالسهم عشان ايه اظللهم كلهم واختار كده وارلوكي هيروح يعمل لي الـ frequency table بتاع الاربعة دول شكل الـ table اها ادي الاولاني روز كده الـ current salary اتلخص ازاي واده الـ beginning salary اتلخص ازاي واده المنصد سنزهير واده الـ previous experience وانا كده قدرت اعمل للمتغيرات بطاعتها انها continuous او quantity الـ quantitative ذاتها بنسميها continuous الـ qualitative بنسميها discrete يعني دي احد المسميات الاخرى ليه المتغيرات لنساعدها تلاقي في العصائم انت اقول لك continuous اقول لك discrete يبقى انت افهم؟ continuous يعني scale يعني quantitative discrete يعني qualitative يعني nominal يعني ordinal اقدل ايه المعاني بتاعت المسميات بتاعت تأسيمة المتغيرات قد عنده ايه استفساد في الكلام ده؟ يبقى دي دي فكرة الـ visual binding يبقى دي طريقة لمجرد ان انا بعمل frequency table لحاجة scale فيها كاتيجرس كتير قوي وبروح انا اقسمها الى classes بشكل ده ادي الفكرة بتاعت الموضوع يبقى احنا شوفنا record into different variable وشوفنا visual binding الاثنين بيقدوا نفس المهمية المهمة لكن visual binding احسن بكتير طبعا من record record بتلجأ لها لو انت عايز تأسم الـ variable الى classes مش متساوية الى classes مش متساوية اقدر اعملها بrecord into different انا عايز classes بعينها من 10 لـ 50 من 50 لـ 140 ومن 140 لـ 3000 انا عايز اقسمك فيبقى انت تعملها ايه record into different حد عنده اي سفسار في الجزئة دي جبعا دكتور نفترض ان انا نسيت اعمل make labels الاحد الـ variables اللي انا اشغل عليها وعملته اوكي اقدر بعد كده ارجع اشغل على الـ variable اللي فيه مشكلة بس او اللي محتاج coding بس اه اه ترجع على الـ variable اللي انت نسيته بس لا ترجع على الـ variable اللي انت نسيته فقط لغيته ترجع تعمله الباقي خلاص اللي اتعمل وانت كنت دايس خلاص ده اتعمل وانزبط كل موضو ده كل غريب ويتم مستقلة على الباقي من الـ data set اقدر اعمل clear لـ column ده اللي انا عملته فيه ما فيش فيه وارجع اشتغل له الـ من غير ما تلغيه اعمل على نفس الاسم يعني اسميه بنفس الاسم وامر بلاسمك تمام تمام شكرا اعمل عايز تفسار ثاني في الجزء دي يا جماع هنشوف بقى الـ graphs الخاصة بالـ المتغرات الـ quantitative او المتغرات الـ continuous احنا قلنا فيه ثلاث انواع الـ graphs في حالة الـ qualitative data وفيه ثلاث انواع من الـ graphs في حالة الـ quantitative data الثلاث graphs اللي هنستخدمهم ليه quantitative data هما الـ dot plot الـ والـ histogram دول ثلاث انواع من الـ graphs تاني بنفكرك بالـ quantitative data يعني ايه؟ الـ quantitative data ازا ما قلنا بطبيعتها يعني لازم يقالها قيم رقمية الحاجة الثانية لازم يقالها unit of measurements لازم يقالها وحدة قياس لازم يقالها وحدة قياس اللي هي الدولار والكيلو جرام والسنتيمتر والطان والبيرسون والنسبة المائوية كل دي وحدات قياس مختلفة ودي امثالة كلها على الـ quantitative data زي الـ income الدخل يفاص بالجنيه بالدولار بالـ السيلز بتفاص بالوحدات بالكمية يعني او بتفاص بالفلوس تمام؟ الـ population نسمة الـ home runs اللي هي في لعبة الـ baseball بيجيب كم home runs اللي هو يجري ويلف الملعب كله وغير ما حد يغبطه بالكرة ويبدي عدد فإذا ده الـ quantitative الـ cost الـ revenue الـ price الـ demand الـ supply الـ interest rate كل دي عبار عن quantitative data الـ GBA كل دي quantitative data لها قيمة رقمية ولها وحدة phase ده الـ دول دول احنا شفنا ازاي نعمل ودلوقتي هنشوف ازاي نرسم الـ quantitative data. طبعا التلات رسومات اللي فاتهم اللي هم الـ bar chart والـ pi والـ bar diagram دول بيوصفوا اصلا متغير قوانطيتهم. يعني يهم منامنا اللي يهمهم. الـ scale ما ينفعش. الـ scale الـ variable الرئيس اللي انت بترسمه دايما اللي بتحط على الـ x-axis. هو ده الـ variable اللي انا برسمه. اللي احنا شوفنا حطينا على الـ y-axis حاجة scale. لكن مش هو ده اللي انا بوصفه. انا بوصف المتغير الرئيسي بتاعي اللي على الـ x-axis اللي هو لازم يكون nominal ordinal. يا لازم حاجة categorical. طبعا. لكن لو كان المتغير الرئيسي بتاعي اللي انا بوصفه حاجة زي السلم. خلاص? يبقى انا في هذه الحالة بنعمل يهم الـ dot plot. يهم الـ يهم الـ histogram. خلاص? الـ الاتنين دول اللي هم الـ dot plot والـ histogram موجودين في الـ chart. يعني موجودين مع الـ bar chart والـ pie chart والدول موجودين معهم. لكن الـ seven leaf ده موجود في حتة تانية. موجود جوه analyze descriptive statistics وبعدين explore. يبقى انا عشان ارسم من السمن لي فلازم ممشي في السكن. analyze descriptive statistics explore. هرسم الـ dot plot او الـ histogram. هننختار graphs وبعدين chart بقطع. تمام كده? طيب ايه اشكال للرسومات دي? اه. ده شكل dot plot. dot plot بيعبار عن اين? انا مسلا لو انا بسيط على السليري بتاعنا. لو تفتكر ك victorious اللي اللي المرتب في شركة كان خمستاشر الف سreعمائة وخمسين كان واحد بيبضوا واحد. صاحب حد. اه troll blue alot. يعني هنا الرقم اللي هو صاد緒 دقي ده سبعتاشر آآ خمساشر اسمائة وخمسين. المرتب اللي بعده خمساشر الف تسعمائه كان واحد بيبضوا ثلاثة. فاكتهب النا خمساشر تسعمائة. كان واحد بيبضوا ثلاثة ازمارة. الرقم البعده ستاشرة الف كام واحد بيبعده اربعة. البعده ستاشرة ومتين كام واحد بيبعده خمسة. البعده سبعتاشرة الف كام واحد بيبعده تلاتة وانتا ماشي بقى كده. ادي دي فكرة. واضحة? طبعا نيس بيستيس بيرسمها بسهولة وما ما بتخدش منه آآ وقت يعني. البديء الفكرة بتاعت الدوت بلات. ده مسلا معمول الدوت بلات باللمايلز بير جلون. العربيات يعني العربية بتستهلك آآ كام جلون بنزين آآ او الجلون البنزين بمشيها كام ميل. دي اسمها المايل بير جلون. الجلون اللي هو ثلاثة خمسة سبعون من ميل لتر يعني. يعني اربعة لتر اللي روبع ده الجلون. هم مشى له من جلون. طيب ايدي بوص جده. يعني راسوا نيه بفهم منا ايه. ان اقال آآ عربية اللي هي العربية اللي بتسحب بنزين كتير جداً. الجلون مشيها تلاتين ميل. آآ. وكما عربية إفرد دول كانوا مئة عربية يعني مئة نقطة فدول مئة عربية العربية اللي هي بتسحب بنزين كتير الجالون مشاه دوبك تلاتين ميل بس العربية الاقتصادية قوي الجالون مشاه خمسة واربعين ميل كما عربية هنا واحد تمام؟ وهكذا بقى أنت ماشي بوسكة القيم متركزة فين في الأق حولين الأفرج يعني من تلاتين إلى خمسة واربعين هادي في المنطقة دي يعني الغالبية العظماء متركزة هنا يعني تقدر تقول مثلا من خمسة واربعين لغاية الأربعين ده أكتر رينج في العربياتة بعد كده بتبدأ بتقل بعد كده بتبدأ بتقل من الناحاتين فده اسمه الـ .plot هتشوف طبعا الأسفل أساسي بيرسمه إزاي بسهولة طب إيه الفكرة في هذه الرسمة هاستفيد منه إيه؟ أما تبص على الرسم ده طبع أعرف أن ده هي متركزة فياني حت متركزة نحية اليمين ونحية الشمال وغلا في النص لو متركزة نحية اليمين لها معنى نحية الشمال لها معنى في النص لها معنى لما أخلص التراث فلسومات هقولك المعاني طاعت التراث حاجات ده إيه؟ الرسمة التانية اللي هي الـ .stem and leave إيه بقى الـ .stem and leave ده؟ الـ .stem and leave منحط خط في النص كيف تشاهدين ومنحط على الشمال الـ .stem وعلى اليمين الـ .ليف يعني العرقام لعلى الشمال اسمها stem العرقام لعلى اليمين اسمها leave اما جارى اول رقم اول رقم تيراقم 13 يبقى احنا اعتبرنا ان خانة العشرات هي ده الـ .stem وخانة الأحد الايه؟ اللي هي ده التانث ودي اليانس فدي تقرى 13 العرقام اللي بعد كده 22 24 28 29 اللي بعده 31 32 36 36 37 38 اللي بعده 43 47 اللي بعده 52 50 بفرد دي درجات طالب امتحان مثلا من 60 وهدي الدرجات اللي جابوها الطالب واحد جاب 13 واحد جاب 22 24 28 29 وانت ماشي لغاية الـ .50 فده من سميق stem and leaf واحنا اعتبرنا ان خانة العشرات هي stem وخانة الأحد هي اللي في طبعا اللي وقت من بقى كبيرة بالالاف بيدك طبعا صعبة تعمل فعايزة الصوفتوير الصوفتوير يقول لك جميل جدا وايه؟ هتشوفه بعد شوية عاما فده اسمه استمن لي ده برضو لما بص على الرسمة وابعارف الداتة بتركيزة فين فرينج لعشان هتقول تلك تنادي اه بس بغير بعمل اه دكتور اه فضل اه يا دكتور معلش هي ديك كده شكل الرسمة اللي هتطلع علينا يعني؟ اه هتطلع ايه هتطلع كده ايه هتطلع كده ايه دي الرسمة يعني هي دي الرسمة هنا الرسمة دي عملت لي لحصط لك الداتة لحصط لك الداتة ولما تبص للرسمة تطلع منها معلومة سريعة اسرع من انا ايه هتطلع لارقام دي كلها بجدول وايه اه اقول لك اديني سامري عن الداتة دي لا اهو الرسمة على طول تقول لك لو دي درجات طلبة يبقى غالبية الطلبة جابين ايه؟ درجات فرينج لعشرنات والتلتنات عادي بس يبقى انا لما بصط على الرسمة الاول وهلا يعرفت الداتة متركزة فين؟ مش الغرض من الدسكريبتو ستاسي البقرين الباتر متعددة الداتة متوزعة ازاي؟ او شكلها عامل ايه؟ ايه دي عادي او؟ من الرسمة دي؟ عرفنا شكل الداتة عامل ازاي؟ معلش يا دكتور يعني هو لو دلاتي فيه الاف هيتعمل فيه خط تاني يعني؟ ايه؟ يعني لو فيه الاف يعني دلاتي ده احد وعشرات ها هتبع نفس الكلام لا مفيش خط التالت هما كده بس ده بدل ما هيبقى واحد يبقى مثلا اتناشر 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 الف مثلا هتشوف دلوقتي يعني هتشوف دلوقتي هوا الرسمة هتوبقى كده عمودين فقط دلوقتي اللي على الشمال الاستام بس لما هتشوف مثال ممكن توضع بقى هتشوفها هتشوفها على الارقام بتاعة السال اللي مسلا دلوقتي اوكي؟ لكن دي الرسمة ايما فاشغل كده هو خط في النص وعلى شماله الاستام وعلى يمينه الليف خلاص؟ تقسمتها بقى ازاي الليف والاستام؟ حسب الارقام اللي قدامنا يعني حسب الارقام اللي قدامنا زي مهاريلك على الصوفتواج بس هو اللاجك بتاع الارقام هيتقاره اوك زي ما انت شاهد ده 13 خلاص كده ده 22 24 28 29 31 32 ادي هي دي الاقام اكثر رقم 52 اكبر رقم وازهر رقم 13 يعني لو درجات يبقى اقل درجة اه جاب 13 واعلى درجة في الامتحان 52 يعني كل ده من الرسم اللي قدام يعني كل ده من الرسم اللي قدامي بتباين المعلومات اللي فيها ايه؟ يعني زي ما قلت لو دي درجات طالبة يبقى اقل درجة في الامتحان 13 اعلى درجة 52 الدرجات الطالبة منتركزها فين؟ في رينج للعشرينات والتلاتينات خلاص؟ فحسب بقى طبيعة الارقام هنفهم الرسم يعني الارقام بيباين الرسم خلاص؟ فدي ايه؟ لكن اختيارك بقى لكن الرسمة واحدة الشبهة ده زي بعض هنشوفها درجة الرسمة التالتة والأخيرة ده المنظر اللي هيطلع لك على الاسم اسم مسلا هيطلع لك كده هيجب لك الـ انك انت لو بتتكلم على السالري الارقام بيباين ربعمية واربعمية 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 وارب لو درجات طالبة دول كم طالب تلاتين طالب دول درجات طالبة في امتحان دول عددهم تلاتين طالب اللي هي الان دي اللي هي مجموع الفريكنسيز اللي هي مجموع الفريكنسيز هنا في تسع طلاب درجاتهم في رنج التلاتينات في تسع طلاب درجاتهم في رنج التلاتينات واحد جابة اربعة وثلاثين ستة وثلاثين ستة وثلاثين تمانية وثلاثين تمانية وثلاثين تمانية وثلاثين تمانية وثلاثين تمانية وثلاثين تسعة تلاتين. ادي درجات الطالبة اللي فرنج التلاتينات. وفيه عندنا سبعتاشر طالب درجاتهم فرنج الاربعينات. اقرى الارقام اربعين. واحد جاب اربعين. واحد جاب اربعين. واحد اتنين واربعين. اتنين واربعين. ترتة واربعين. وفيه اربع طلاب جابوا اربعة واربعين. وفيه طالب جابوا خمسة واربعين. اتنين جابوا سبعة واربعين. تمانية واحد جابوا تمانية واربعين. واربعة جابوا 2037 stories الرسمة دي تقديك word معه عن الدرجات عاملة ازاي فرنش الخمسينات اربعة بس 1 جابد 2 جابوا 52 و edges 53 يبقى الرسمة دي تتعمل ايه بتدين cut summary عن عن كانت هنا كده الفكرة واد هنا ال stem واد بقولك ال stem هي 10 likes ال uk لو ال 1000 هقولك ال stem 10 000 اقول ال stem هي 1000 ال stem هي 5000 كده من الفكرة. فده بيشحولك طبعا على. ده معنى. طبعا ازاي تعمله بقى في الارقام الكتيرة الصفتور هيعمله لك. لكن لازل تبقى فاهم معناه. فهادي يقول لنا بقولولك دي الراتمة اللي بتقول دي قدامي. ده طارد دي زي ما قولت درجات. يبقى انا اللي قدامي بيقول اللي قاتي. ان في تسعة جابوا درجات فرنج التلاتينات واي درجاتهم ايه? وفي سبعتاشر طالب جابوا فرنج الاربعنات وفي اربع طلاب جابوا فرنج الخمسينات. اجمالي عدد طلوة تلاتين. لو دي مرتبات. اهو يبقى عندي آآ تسعة تسعة موظفين مرتبهم فرنج التلاتينات. سبعتاشر موظف فرنج الاربعنات. اربع طلاب فرنج الخمسينات. فهمنا كده الفكرة? قد عنده اي استفسار في الكلام ده? الهيستوجرام. الهيستوجرام بيعمل ايه? نروح يقسم التأسيمة اللي زي اللي عملناها في الفيجول باينج. خلاص كده? ويبدأ يحطها لي بالمنظر ده. ادي الكاتيجريز المستطيل ده. ده البداية وده النهاية يعني من خمساشر الف لتلاتين الف. والارتفاع هو عدد الموظفين. من تلاتين لخمسة واربعين. من خمسة واربعين لستين. من ستين لخمسة وسبعين. وهكذا وانت ماشي. هو بيقسم الفريب الاول لشريح. ويبدأ يشوف الفريكنسي بتاع كل شريح. الفريكنسي هو الارتفاع بتاع البار. يعني الارتفاع يعني دول عدد الموظفين للفرنج ده. والارتفاع ده عدد الموظفين للفرنج ده وانت ماشي كده. فانت مثلا الرنج اللي عالي ده. ده مثلا من عشر الـ 15 يبقى غالبية الموظفين بيبضوا من 10 الـ 15 يبقى دي الرسما لو دي درجات نفسه تقص نفترض مثلا أهل درجة كتـ 10 يبقى من 10 الـ 20 من 20 الـ 30 من 30 الـ 40 40 الـ 50 50 60 70 70 80 80 90 90 90 وكم طالب بقى جابوا درجات في الـ range بتاع الـ range بتاع الدرجة باسمه الـ histogram كل دول التلات رسومات دول كلهم بيقدوا نفس الغرض كلهم بيقدوا نفس الغرض بتترسم لأني المتغير لازم يكون ودي بتترسم المتغير واحد بس فقط لغير بيتحطها الـ x-axis بس فيش غير بازاي الـ ممكن نحط حاجة تانية على الـ x-axis هنا مفيش حاجة على الـ x-axis هو متغير واحد فقط بتحطها الـ x-axis ولازم يكون حاجة عشان نشوف الـ frequency بتاعها عامل ازاي على الـ iyeh على الرسم اذا ده ترجمة للـ frequency table بتاع الـ scale ده ترجمة للـ frequency table بتاع الايه بتاع الـ scale ده مسلا عامل لي الـ histogram بتاع المصرفات الدراسية للجامعات المختلفة فانا مسلا عندي من ١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ من ١١٠٠٠٠٠٠٠٠ لا مش عارف من ١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ كام جامعة من 25 إلى 50 هيعملها لك من 7 إلى 14. أكبر من 50 هيعملها لك من 15 إلى 20 كلاس. يعني تلاقي كذا بار كده في الده تقول لك هتيجي الاسفاء دي خلاص بيحزي في البار بتاعه. تمام؟ دي دي هو بيقسم زي دي أوتوماتيك ملكش دعوة بيها يعني هو اللي هيعمل التقسيمة دي بتشغيلش بالك بيها. إنت تستغلم بقى الـ وهم تستغلم الـ وهم تستغلم الـ دوت بلاط واللي استمع ليف دول كويسين لو حجم الدات صغير. تتكلم 200 تلتمية حاجات كده ماشي. ألاف كتيرة بقى يبقى الهيستجرام هو الأحسن. يعني لو بتتكلم في عدد الـ يبقى الهيستجرام هو الأفضل. أرقام بقى صغرة مية 200 تلتمية. تمام؟ يبقى أنا في هذه الحالة اللي استمع ليف شغال والدوت بلاط شغال الغرض. يعني أنا همسك لك هرسمون لك بالتلاتة. التلاتة هيقوله نفس المعلومة. يعني مش هتطلب معلومة مختلفة من واحدة منهم عن التاني. كلهم هيقوله نفس الشيء عن الداتا اللي انت بترسمه. طيب. نحن لما هنرسم. الشكل بتاع واحد من التلاتة دول. هيطلع لك الشكل مقارب للمنظر ده. يبقى انت دايما لما دي ترسم الدوت بلاط او الهيستجرام او بيطلع لك شكل من التلاتة دول. يا اما الداتا متركزة ناحية الشمال. يا ناحية اليمين. يا الداتا متركزة في النص. اللي هي بتاخد المنظر ده. بص لده. يا اما الداتا بتاخد الشكل ده. يعني الرسمة ترسمها تلاقيها قريبة من المنظر ده. او الرسمة ترسمها تلاقيها قريبة من المنظر ده. او الرسمة ترسمها تلاقيها قريبة من الشكل ده. شكل من دول اللي هو معنى. لو لقيت الشكل بتاعك بتاع السمن اللي هي في الدوت بلاط اي شكل من التلاتة. شبه الرسمة اللي تحت دي. هنبدأ بيها دي. دي بقول عليها ان الداتا بتاعتك هتكون او بدولة عليها normal distribution اللي هو ايه معنى ايه معنى ان الداتا بتركيزة في النص حوالين average يعني ال average بتاعك هنا في النص والداتا بتركيزة حوالين ولما تروح نحت القيم العالية ما تلاقيش داتا كثير ولما تروح نحت الداتا لولية ما تلاقيش داتا كثير زي مثلا دراجات الطالبة في الامتحانات تلاقي دائما بتركيزة حوالين average معين لو طارد مثلا 100 طالب امتحان امتحان متوسط درجة 70 تلاقي غالبية الدراجات حوالين 70 يزيد شو عن 70 او تقل شو عن 70 لما تروح نحت الدراجات العالية اللي هي 95 فيما فوق تلاقي عدد طلبة قليل لما تروح نحت الدراجات اللي هي لتلاتين منتنازل كده تلاقي عدد طلبة قليل يبقى هنا في هذا الحقال اقول على الدراجات انها ايه؟ Symmetric او Normal Distribution يعني متركزة حوالين الايه؟ الـ average فادي ايه؟ اول اول شكل في ايه من كده يبقى الشكل اللي تحت ده بقول عليه Symmetric او بقول عليه Normal Distribution يعني معناه ان القيم متركزة حوالين الـ average القيم متركزة حوالين الايه؟ حوالين الـ average خلاص؟ والـ extreme values العالية مش كتير والـ extreme values وده امثلة على حاجات كتيرة جدا منها مثلا على سبيل المسال اطوال الناس في اي دولة تبقى دي الشكل ده احنا في مصر متوسط الطول بتاع الاضالة الـ 170 سنتي يعني الرجالة متوسط طولها 170 سنتي خلاص؟ تلاقي غالبية الناس حوالين الـ 170 سنتي يزيدوا 2 سنتي للـ 3 يعني اقول مثلا من 165 لـ 175 غالبية انا وزمع هنا في الحاجة تاني تعال بقى فيه كم واحد اطوال من 2 متر؟ مش يامل طب كم واحد اقل من 140 سنتي؟ مش يامل كمنا؟ فالداتة متركزة فين حوالين الـ درجات الامتحان لو الامتحان كان متوسط المستوى لو صعب قوي ولا سهل قوي لو صعب بيأخذ الشكل لفوق لو سهل هيأخذ الشكل لفوق لكن لو امتحان متوسط المستوى خلاص هيأخذ الشكل ده الدرجات هطبع حوالين الـ والدرجات العالية قوي مش يامل والدرجات الجلالية قوي مش يامل يعني ادي الدرجة من صفر الى ميل في اتجاه الصفر مش هتلاقي كتير، في اتجاه المية مش هتلاقي كتير لكن الغالبية فين؟ في النص حوالين الإيه؟ القبر فده اسمه symmetric or normal distribution طيب تعالوا شوفوا الشكل اللي فوق اللي على اليمين ده الشكل اللي فوق اللي على اليمين ده اسمه إيه؟ بنسميه skewed يعني ملتوي skewed to the right يمين detail, detail كده نحية اليمين ده اسمه skewed to the right اللي هو معنى ايه؟ معنى ان ال data متركزة نحية left يعني نحية القيم الصغيرة يعني هنا data متركزة نحية القيم الصغيرة مش الكبيرة زي مثل لو امتحان صعب قوي الدراجات هتوبى الشكل ده صعب الطالبة جابوا دراجات أولاية وقل اللي جابوا الدراجات العامة يبقى هنا الدراجات متركزة نحية لإيه؟ نختلفت يبقى ده اسمه skewed to the right المرتبات في اي دولة لازم تأخذ الشكل ده؟ لازم اي شرك يرسل المرتبات تطلع الشكل ده ليه؟ ان الغالبية العظمى بياخدوا مرتبات قليلة وقل اللي بياخدوا مرتبات العليا قوي خلاص؟ قل على مستوى الدخل في اي بلد بالذات الدول النامي هتلاقي الغالبية العظمى دخولهم صغيرة وقل اللي بياخدوا عندهم مليارات طبق الكلام ده على اي دولة؟ هتلاقي احنا عندنا في مصر الدخل القومي بتاع البلد في 5% من السكان بيمتلكوا 95% مني تخيل؟ 5% من السكان بيمتلكوا 95% من الدخل القومي بتاع البلد وال95% من السكان بيمتلكوا 5% بس على قد بقى عشيتهم ومرتباتهم والكلام ده بيمنا كده؟ فده الشكل بتكون كده درجات الحرارة في الدول اللي هي انا رسم الرسمتين شباب بعض اللي فوق دي عكسة خلالنا كده في العالمين دي سكيود وزاريت خلاص؟ إبادتها متركزة ناحية درجات الحرارة في الدول الساعة هتلاقيه اي ده الشكل ده روسيا وكندا والكلام من المعظم من السنة الدينية ايه؟ الدينية ساعة خلاص؟ وقل لما تبقى الدينية حر يعني افرد درجات الحرارة مثلا في روسيا بتبقى مثلا من مينس 40 لمثلا 30 معظم من السنة نحد السالب نحد الدينية ساعة سالب وصفر واثنين وثلاثة وخمسة لكن كم يوم في السنة في روسيا درجات تبقى 30 متطالة؟ ممكن يوم أو اثنين في السنة كلها فهمنا الفكرة؟ الرسمة دي هعكسها بقى اوه سيما باللون دفت ايبقى العكس كده رسمه بقى على الشمال ده ده بنسميه وزا لافت ليس كيوت ازا لافت عشان اكتبه لنحة اللافت خلاص؟ ايبقى الداتة متركزة فين؟ متركزة نحت الرايت متركزة نحت القيم العالي يعني مثلا لو امتحان سهل قوي درجات الطلبة كلها جيب درجات عالية جد فياخد الشكل ده الدول اللي درجات الحرارة فيها عالية زي دول الخليج والسعودية والفاستجلا بتاخد شكل ده معظم عام السنة الدنيا حارة وقل لما تلاقي يوم الدنيا سعى في لوردا مثلا في امريكا تايلند والحتة دي نفس القصر طول السنة الدنيا حارة وكم يوم في السنة تيجي الدنيا سعى بس درجات الحرارة في الدول دي بتاخد شكل ده فانت لو جبت درجة الحرارة مثلا في السعودية لمدة سنة من يوم واحد واحد لعيات واحد تلاتين اتناشر هتلاقي غالبية تايم السنة ايه الدنيا حرب دنيا حرب يعني كأن الافريج لو الافريج هنا هوا اعظم عام السنة في السعودية درجة الحرارة فوق التلاتين مش تحت التلاتين يبقى كأن مثلا لو قلنا دي سبعين في المية واندي تلاتين في المية يعني تلاتين في المية من ايام السنة درجة الحرارة أقل من الافريج والسبعين في المية من ايام السنة درجة الحرارة فوق الافريج هنا رأي عكس بقى ده الافريج هوا هتلاقي ان دول السبعين في المية سبعين في الميتين يعني المهمة حاجة فوق الكمسين وحاجة تحت الخمسين ده بقى خمسين لخمسين يبقى أنت لما ترسل الـ .plot الـ .histogram يبقى في دماغي الثلاثة أشكال دور وتشوف الرسمة مواربة لمين في دور مواربة لمين في دور هل البرز العالية في النص يبقى ده سيماتيك نحن الشمال يبقى سيكونت زرعت نحن لمين يبقى سيكونت زرفت أدي الفكرة بتاعة الثلاثة أشكال تعالى بقى نشوف الكلام ده على الصوفتوير لحد عايزي سألاقي سؤال في الحاجات قبل ما شوفها على البرنامج دكتور عبداللهيستوغرام يعني ده شكل ولا شكل الدوتس شكل التلاتة ما هو التلاتة هيديه نفس الشبه التلاتة هيطلع نفس الشبه تعالى نبصه هؤ التلاتة لازم يطلع نفس الشكل يعني كان يبرسم لك الحاجة بس بثلاثة أشكال مختلفين تعالى نشوف هنرسم الدوتلاط والهيستوغرام الأول من الجرافز يبقى جرافز شورت بلدر اهو هنعمل ريسيت ودي الدوت بلطة ده حاجة اسمها السكاتر سلاش دوت ده حاجة اسمها السكاتر دي جرام والدوت بلط الدوت بلط هو ده ده الوحيد الدوت بلط الباقي ده سكاتر دي جرام فانا باخد الدوت بلط اللي هو ده باخده وارمي فوقه ومستنى منك ايه فاريبل واحد مافيش حاجة على الواي اكس ده على ال اكس اكس تختار الفاريبل اللي انت عايز ترسمه على ال اكس اكس لازم يكون حاجة ايه سكيل هنختار الكارانت سالري هاخد الكارانت سالري ارمي على ال اكس اكس راس ودوسه ايه هيطلع لي الشكل طبعا المرسوم ده ديمو لكن هو ما اراش وبالتالي كلنا هاتينا كل واحد طلال له رسم مختلف لكن لما ندوسه ايه كلنا نفس الداتا فلازم كله يطلع نفس الرسم فانا هدوسه ايه اهو اه دي الدوت بلط بتاع السلم الشكل اللي قدامنا ده ده سكيود توزا ريت ولا ليفت ولا سيماتريك سكيود توزا ريت ليه ريت عشان التيل ناحة الريت ويبدأتها متركزة فين ناحية الليفت يعني بس ناحية الليفت يعني ناحية المرتبات الصغيرة نقط كتير عدد الموظفين يعني وكل لما تروح نطع المرتبات العالية عدد الموظفين بيقل بص كده اخر نقطة عليمين خالص ده واحد بس ده اللي بيبعد دي يا جماعة مية خمسة وتلئتين الف ده على مرتب في الشرك اهو الواحده ده بيقبض مية خمسة وتلئتين الف اهو واحد وده اللي قبله ده بيبعد مية وخمسة اللي قبله ده النائب ماس ده رئيس مجلس الصغيرة وده النائب بيبعد بص هنا نحت المرتبات الصغيرة حوالين الـ 25000 كثير ناس يا ماؤوين وتوسط المرتبات دي في الشركة عارف كم 34000 الـ 3419 الـ 34419 فين الـ 25000 و 520000 الـ 34 هنا في الحتة دي بص كام النقط اللي أقلة من الـ الـ 70% تقريبا والنقط اللي أعلم بالـ تلاتين في المية بس. يبقى الرسمة دي بهنا المرتبات اسكيو ولازم تأخذ شكل ده. مرتبات لازم تبقى اسكيت وزرايت. ما ينفعش تبقى ليفت. ما ينفعش يبقى الهيكل التنظيم المقلوب. المدرين اكتر من العمال اللي بيقصوهم. ما ينفعش تبقى. يبقى دي الفكرة بتاعة الهيستوجرام هيقول نفس الكلام ويطلع شبهه. بس طريقة عرض مختلف. يعني تعالى نشوك الهيستوجرام. نحن. الهيستوجرام تحتها. الهيستوجرام تحتها. هده الرسمة اللي على الشمال دي. ارميها فوق على نفس الرسمة بنفس بيانات الاخر. الرسمة دي ايه? الهيستوجرام. ده برضو ديمو. لما هدوسه اوكيه طلع شبهه التاني بالزبط. ما فيش فرق. يبقى دي ايه الهيستوجرام. يبقى انا لما هدوسه اوكيه? نفس الشكل ما اختلفش. نفس الشكل. برضو من الهيستوجرام. المرتبات. يبقى غالبية الناس بيبضوا مرتبات صغر. المرتبات متركزة نحة اللي في نحة المرتبات الصغر. حوالي سبعين في المية من الموظفين مرتبوا أعلى من الافرج. ويهي تلاتين في المية اعلى من الافرج. وانا جام لك ادي معلومتين مهمين اهم. المين اللي هو الافرج. اربعة و تلاتين الف رومية ساعتاشر و سبعة خمسين سنت. واده للساندر ديفيجن سبعتاشر الف خمسة وسبعين. واده عدد الموظفين. هل المعلومة الرسمة اللي بتقول لها اي معلومة مختلفة عن الفق? طبعا لا. الاتنين بقولوا نفس المعلومة. اللي هو شكل مرتبات عاملة ازاي? يبقى انا بدل ما اقضى بص على المرتبات. اقضى اراح عشر تلاف مرة بش هطلع معلومة لك. من الرسمة دي من اطلع بمعلومة مفيدة. لطلع بمعلومة مفيدة. قد عنده اي سبصار في الكلام دي الغادرتي بص الرسمتين بقولوا نفس الحاجة. والاتنين. انا اه الرسمة عفر المخاطعة الرسمة ما نفعتش معايا. اعملت بس احادك تعدها. طريقة. احدي الهيستيجرام اهو. باخد الهيستيجرام اللي على الشمال. اهو. واحط السالري على الاكس اكس. بس كده. مش محتاج اكتر من كده. باخد السالري. رميته على الاكس اكسس وهدوسه اوكي. هنطلع لك الرسم. طب هو دكتور في الناحية التانية اه موجود ممكن نحط فيه ولا ده صعب. ولا تحط اي حاجة. انت مجرد بتحط على الاكس اكس زالري ام كتب لك يعني المعنى بيقول لك مش عايز منك حاجة. يعني مجرد ان انا حطيت اهو. اهو. رسمة ايه. مجرد ان انا بحط. اهو. دوس كتاب لي على الاكس اكس. مش بستاني منك اي حاجة. خلاص كده رسمة دوس كتاب لي تترسم. مش بحطيك تحط اي حاجة على واي اكسس في الهيستو جرام خلص. احب. وهدي شكل الهيستو جرام مشابه تماما لطلط. الاتنين بيقولوا نفس المعلومة. الاتنين بيقولوا نفس الايه? نفس الكلام. الاستمن ليف هيدي نفس المعلومة بس بطريطة عرض مختلفة. لكن بقول لهم في الاخر عشان اشوف ايه? عشان اشوف الاسكتر بتعدات اعامل ازاي? اه دي الفكرة. الا 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 زي ما قلنا مش موجود في التشارت بيلدر موجود في حتة تانية خالص اهو. فعشان نرسم الاستامة ان ليف موجود جوه انالايز ديسكريبتف استاتاستيكس اكس بلو فعشان نرسم الاستام ان ليف بخش على مش موجودة فيه التشورت بيلدر انالايز ديسكريبتف استاتاستيكس وبعدين اكس بلو اهو بختار الباريبل اللي انا عايش درسمه اللي هو الكرانت سالري اهو وبخش جوه بلاتس اللي هي دي هتلاقي فيها كذا رسم فيها بص البوكس بلاتس هناخده بعدين فيها النرماليتي بلاتس هناخده بعدين فيها الهيستو جرام اللي لسه ااخدينه وادي الاستامة ان ليف انا مش عايز غير الاستامة ان ليف فخلي بس اللي ايه البوكس بلاتس خليه نعم بس هوم اختار باي دفولت الاستامة ان ليف لكن لو عايز ترسم الهيستو جرام تين ترسم وهيطلع نفس الرسم النورماليتي بلاتس هنأخذها بعد كده. البوكس بلاتس هنأخذه بعد كده. لكن اللي أنا محتاجه دلوقتي هو الستامر انت. اقولوا كونتيني. فيه هنا ديسبلاي. فيه بوث وستاتيستيكس و بلاتس. أنا طبعا فيه استاتيستيكس. لو أنا عايز نطلق مجرى السوحيات كده موجودة. لسه هنأخذها طبعا بعديك. فأنا مش عايز غير البلاتس بس. فأنت عشان كده فيه ديسبلاي هتختار بلاتس. عشان يطلع الرسمة اللي انا اخترتها بس. ما يجب لكش حاجات كديرة انت بش عايزة. لسه هنأخذها طبعا. لسه هنأخذها. هقول له اوكي. هيطلع لي قادي السم ان ليف. بالشكل ده. هصغر لكم الشاشة عام. ده منظر السم ان ليف عام. بالمنظر ده. مش انت لو قلبته ده. لو انت قلبته الكمبيوتر الجديده يطلع ايه? شابه الدوت بلاتو شابه ليستو جرام. بس ده ارقام بدل ايه النقط والاعمدة. اللي كانت موجود لكن نفس الشابه بالزبط. طب تعالي نفهم بقى ايه اللي مكتوب ده. هاجد في الاخر كده على مين اها. وهطلع كده فوق عشان اقرأ من البداية بيقول ايه? ده البداية اهو. ده الفريكنسي ده الاستام ده الايه. هيشرح لك الاستام عبارة عن ايه? وهشرح لك الايه عبارة عن ايه? تحت اهو. بيقول لي ان الاستام عشرة تلاف. يعني ايه? يعني الرقم ده بتاع الاستام ده عشر تلاف. ده عشرة تلاف. ده عشين الف. عشين الف. تلاتين. اربعين الف. يعني ده الواحد بعشر تلاف. الاستام. الواتس بتاحها عشر تلاف خلاص هي أرقام بالألاف هي أرقام بالألاف ماشي كده طيب الحاجة التانية بيقول لي إيتش ليف ليه الأرقام بالعليمين دي اللي استام هو العمود ده اللي هم بالعليمين بيقول لي إيتش ليف كل ليف كل رقم عبارة عن two cases case يعني موظف مش إحنا البيانات دي بيانات موظفين الكيس يعني رو case يعني رو والرو يعني موظف يبقى هنا كل رقم بمثل اتنين موظفين يا جماعة ما شاء الله عقام كتير عوش يكتبها كتير يعني لو فيه اتنين بيبضوا عشر تلاف هيكتبها لك مرة واحد باندفع من دول اتنين خلاص طيب تعال بقى نشوف بقى الأرقام نفسك نمسك أول رقم يتقرأ ايه الرقم اللي ولاني ده ادي واحد وجنبه خمسة الواحد عشر تلاف دي تقرأ كم خمستاشر ألف الخمسة موجودة كم مرة مرة واحدة يبغى معنى كده ان فيه اتنين موظفين مرتبتهم فارينج الخمسة الالف ليه اتنين موظفين عشان هو قال لي ايتش لب بتساوي two cases لو قال لي ايتش لب بتساوي خمسة يبغى فيه خمسة موظفين فارينج الخمسة الالف يهمنا كده يبغى هنا اللي هم بالتحديد فيه واحد بيبض 52خissions وفيه واحد بيبض خمسة الالف واتسعمائية هم بقيضة رنتجا 5 ألف مفيش غيره يعني رنتجا 5 ألف فيه اتنين موظفين واحد بيه بد رنتجا 5 ألف سنوارية وقمسين والتاني بيه بد رنتجا 5 ألف وتصمعين تأتي الأثنين يأتي رنتجا 16 ألف عده يدول كم ستة قدي واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة خمسة في اتنين بعشر يبقى فيه عشر موظفين بيبضوا رنتجا 16 ألف هتلاقي 16 ألف ومتين وستاشر ألف تلتمية وستاشر ألف تلتمية وانت ماشكت دول كلهم كم واحد فرنج الستاشر ألف دول عشرة مفار اللي بعدهم في ستة فرنج السبعتاشر ألف في أربعة فرنج التمنتاشر ألف وفي عندنا عشر فرنج اللي ايه التسعتاشر ألف دول كم موظف بقى كلهم تلاتة وتلاتين ألف في الرنج من خمستاشر لأقل من العشرين عشان دي بتفدأ من عشرين ألف ايه يبقى أنا عندي تلاتة وتلاتين موظف مرتباتهم من خمشرة ألف إلى أقل من ثلاثين يعني تقدر تقول بقى سرق إلى أقل من العشرين تسعتاشر ألف وتسعمائة تسعة وعشرين بوينت ناين 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 المهمة ليش عشرين ألف طب بص كده تاني دول ثلاثة وتلاتين وإحنا قلنا الواحدة باثنين فالمجهود يبقى عادة زوجة ما يمكن فيه واحدة هو لازم يكون واحدة قررت مرتين يا ربعة ما فيه واحدة قررت خمسة واحدة قررت ثلاثة مين فيه مش مهم يعني هو مش دور الرسمة لي تقول لي كده هو دورها أنا أفهم المرتبات كثامر عند المرتبات عامل إزاي يبقى نقدر نقول لي فيه تلاتة وتلاتين واحد مرتبهم من خمشرة ألف إلى أقل من العشرين ألف في مية وعشرة بص العشرين ألف ليس كدهما مرتين عشان كتير قوي يعني بص دولك يا واحد دي ما قوي مية وعشرة واحد مية وعشرة واحد ده من عشرين لغاية الخمسة عشرين بس فهو رينجي العشرين أسم وجزئين من عشير لغاية 24999 وبعد كده من خمسة وعشين لغاية أقل من الثلاثين ألف يعني بصる رينجي العشرين ألف كم واحد إجمع ده زيد ده 1225 واحد يعني فيه 1200 مرتبهم من عشين ألف يتلاتين ألف لاios فهو ما يسملك الأشرين على اتنين لغاية الخمسة وعشين ومن فهو براحة يعمل له المهم من الرسمة ومعبرة ومفهوم هيا عايزة تقول لي ده اللي انت هتفهمه من الرسم details اكتر من دي مش موجودة في الرسم فما ما تسألش عليه خلاص كده تيجي بعد كده رجل التلاتينات نفس القصة فعندنا 80 واحد من 30 ل 35 وفي 32 واحد من 35 ل 40 وانت ماشي بقى كده بص كده ما بعد 56.050 اعتبرهم extremes مرتبات علي قوي هقريك بعد كده ازاي نحسب ال extremes دي يعني ال extremes دي هناخدها بعد كده ازاي بنحسبه ده اللي عايز يقوله الرسم بيدي معلومة مفيدة اه معلومة مفيدة عملي summarization ليه salary بطريقة مختلفة بطريقة مختلفة قطعه في شكل ارقام بدل ايه dots or bars ويهي جاب لك الفريكنسي بتاع كل واحد اديه بانت عارف المرتبات متوسعة ازاي ان انا بتكلم على ال statistics ليه الغرض بيه ليه الباترن اللي موجود في ال data الباترن اللي موجود في ال data اهو بس ده ال data عاملة كده علامة ال and اللي موجود دي ده هتلاقي تحت عامل لك indexing دي حاجات اللي فيها ايه اللي فيها fraction احا يعني ال and denotes fractional leaves الحاجات اللي فيها fraction خلاص؟ لا مش عضية بعدين برضو ايه يعني مش مش او بس اشتشحك الانت عشان تبقى ايه شايفة بس ادي دي فكرة اللي سيما نيه لو انت قالبت الكمبيوتر كده شبه ال histogram شبه ال dot plot بيدو نفس الايه نفس المعلومات بس ده بطريقة عرض مختلفة مش اكتر دي الفكرة بتاعة الثلاثة graphs يبقى الثلاثة graphs زي ما قلت بقى في دماغك الثلاثة رسمات اللي انا اسمتوه الثلاثة رسمات بيقولوا في العاشر ان المرتب ماله skewed to the right يعني المرتب متركز ناحية left يعني ناحية المرتبات الصغار الغالبية العظمى من الموظفين بيقربطوا مرتبات صغار والقلة اللي بياخدوا مرتبات عالية هنا بالضبط 70% من الموظفين بياخد اقل من ال average و30% بيبضوا اعلى من ال average ال average اللي هو كان 34419 اقوليك ازاي بيتحسب بعد كده لسه خلاص فانا عندي 70% من الموظفين بيبضوا اهل من الرقم ده و30% هما اللي بيبضوا اعلى من الايه من ال average لو كان symmetric يبقى 50-50 اللي سكيوتو زرعت 70-30 ماشي 60-40 ماشي 55-45 ماشي المهم من ناحية اكبر من الثاني symmetric symmetric اني حتيان قد بعض بالزبط symmetric symmetric اني حتيان قد بعض بالزبط دي الفكرة بتاعة الثلاث بص ومت احد عنده اي استفسار في انترنت رسمات واضح كده يا مان دكتور انا بظاهر لي تحت الاستيمن ديليب دوت شكل غريب كده لما عملته اوكي ايه الشكل غريب يعني زي graph كده وفي مربع ايه انت عشان ايه انت عشان ما شيلتش انا اخترت رسمة واحدة انتسبت العلامات التانية موجودة وعشان كده عمل لك كل الرسومات اللي متعلم عليه يعني انا هنا اهو في الرسم انا شيلت ايه بقيت يعني اهو graph اه انتسبت الحاجات دي متعلم عليه ده متعلم عليه اه ده ممكن تعلم عليه طلع تاني ده طلع بالت فيه كل دي اهو لو دوست continue اوكي طلع لك كتير جدا ايه ما انت مشلتش las then انتسبت كل حاج اهو اهو معلاش ممكن تانية زي بان شيل Le la chagات اللي احنا مش عايزينها شيل العلامة شيل العلامة بتاعت اهو اهو ده دي رسمة هي لدي رسمة تانية ودي رسمة تالتة ايه كل دي رسمات ايه انا ظهر مشهات الرواحدة دي اهي فانت بتحدد انت عايز ايه بالضبط فانا لازم احددله اهو احنا بنفتح ال ايه نفتحها تاني زي اللي هي بنختار منها الرسمة اللي احنا عايزينها بلوتس اي اه اي دي بلوتس اي اي دي اي دي البوكس بلوت ده بتخليه ناند اه الرسمة نيت الضلاطة دي اسمها بوكس بلوت بتخليها ناند اه بس بتسيب بس اللي انت عايزه اه اه هو با دفولت بيرسم الاسم هاد ليف و بيرسم بوكس بلوت لو انت معلمتش هو هيطلع الاثنين دول بس عايز حاجات زيادة علم عايز تشيل تشيل العلم بس اه اه تمام بقى دي فكرة التلات رسومات وازم ما قلت التلات رسومات بيقدوا نفس الغرض ان هم بيكونوا في الاخر زي جز مورد يعني النعم الغلى يعني ناحية المرتبات الصغيرة الغالبية العظمى بياخددوا مرتبات صغير والقلة اللي بيتخدوا المرتبات العليا يعني قلة بياخدو المرتبات العالية والغالبية العظمى بياخدوا مرتبات صغيرة تيه الفكرة بتاعة الايه الاستامن ليفت بتاعة الهيستو جرام بتاعة الدوت بلد ولازم التلاتة يتفهوا في نفس المعلومة مش واحد يقولك سكوت زرايت والتاني سكوت زلافت والتاني سماتر التلاتة لازم ينهوا نفس الشيء لانك انت بترسمهم لنفس الشيء والغرض منهم هو وصف الداتا ان انا بوصف الداتا بشكل ديه الفكرة بتاعته قد عنده اي استفسار في المعلومات ديت دكتورة سازن حضرتك هل في محلولة بالكومنس بحيث ان احنا نتضرب على طريقة الكومنس اللي بتكتب تحت كل جراف من الانواع المختلفة اللي احنا خلناها سواق في في الكويتاتي او في عندك بقى المانوالز والكتب اللي انا اطار في هل اللي بقى فيها هتلاقي يعني اقلب فيه الكتب والحاجات انا اعطيها لك هتلاقي اللي انت عايزه تمام يعني انت اقلب في الحاجة هتلاقي الكلام ده يعني انت بتقول اللي عايز يقوله الرسم دي مش بحتاجة بقى حد يعلمها لك ولا تلاقيها في كتاب ولا كلام مندي انت الرسم اللي فهمت منه ايه تكتب بس ده كان الايه التابلز والجرافز الخاصة بالقوانطيتف دا فضلنا دلوقتي النوميركال ميجرز اللي بقى بدل ما اوصف الداتا او الاخصها في شكل تابل او في شكل جراف لا ده انا ممكن الاخصلك الداتا في شكل ايه شكل ميجرز شكل ميجرز خلاص فازاي بقى بنعمل الميجرز دي ومعناها ايه والكان ده كله انا هافل الفيديو على كده وافتح فيديو جديد عشان يبقى ايه متسجل فيه موضوع لوحده اشتركوا في القناة